هذا القانون خرج المسودة اللي بين ايدينا اليوم خرجت من مربع صوت الواحد وهي قريبة لعام تسعة وثمينة وهذا ما اتحدث به رئيس الوزراء صراحة اليوم نتحدث على قوائم على مستوى محافظات الا باستثناء المحافظات اللي فيها كثافة سكانية القائمة العامة على مستوى وطن ولا قائمة على مستوى محافظات مش التمثيل بيكون اكثر دقة على اقل تقدير نعم فضل اولا لماذا نخاطب عام تسعة وثمانين نحن الان لسنا في عام تسعة وثمانين يفصلنا بين الظرف الراهن وعام تسعة وثمانين اكثر من ربع قرن وتطورات هائلة وقعت سياسية واجتماعية خلال هذه الفترة كل هذه التطورات تستدعي اصلاحا سياسيا جديا وتقدما كبيرا عما كان عليه الوضع عام 1989 اسمحي لي اقاطعك هون مش كان الناس تنزل على الشارع طالب بالعودة الى قانون تسعة وثمانين ابدا احنا لم نطالب بهذا ولا اعرف من يعني من تقصد نحن كاحزاب يساري وقومي لم نطالب بهذا وقانون تسعة وثمانين ربما بعض الاحزاب طالبت به ربما ولكن نحن بالنسبة لنا يعني لدينا وجهة نظر اخرى تماما اذا يعني المخاطبة بقانون تسعة وثمانين انا اعتقد من حيث المنهجية خطأ لانه في هناك تطور جرى وهذا تطور علينا ان نخاطب المرحلة الراهنية علينا ان نخاطب المواطن بما يستوجب تستوجب الامور من اصلاح سياسي جوهره الاساسي وركنه الرئيسي هو قانون الانتخابات النيابية وقانون الانتخابات النيابية بالضرورة ليس المعمول به راهنا او في الدورة السابقة التي سبقت ولكن يعني نأخذ بالاعتبار هذا حجم الخلل الهائل الذي وقع في البلد للسلطة التشريعية لدور السلطة التشريعية نتيجة هذا القانون وسأعطيك بعض الامثلة في هذا المجال نعم في موضوع ما هو مطروح في المسودة او المشروع حول القائمة على مستوى الدائرة والتي لم تقسم حتى الان اردن دوائر كما أعلن دولة الرئيس ممكن تحدثوا بوضوح في هذا الجانب اسمحيلي ان التقسيم وفقا الكثافة السكانية سيأخذ بالاعتبار هذه مسألة ايجابية ونشجع عليها بمعنى اخر انه يكون فيه اعدالة في قيمة الصوت وزن الصوت وهذا جرى الحديث عنه طويلا لكن انا سأتحدث عن القائمة بحد ذات على مستوى اي الدائرة كانت مهما كانت لانه في مسألتين يعني اليوم يعني في الاعلان لم يتم اعلانهم كما وقع له النظام نظام الانتخاب بمعنى طريقة احتساب الناجحين والمسألة الثانية تقسيم الدوائر يعني هاتين المسألتين لم يتم وعندما يتم استفاء هذين الشرطين سيكون فيه هناك وجهة نظر بالضرورة اكثر اكتمالا يعني حول صورة القانون وحول وضعه بالضرورة هلأ في القائمة المفتوحة النسبية على مستوى الدائرة حسنا ستكون هناك سأفترض ان هناك ستكون تحالفات وتحالفات سياسية بين قوى سياسية ليس بالضرورة احزاب قوى اجتماعية منظمة قوى سياسية احزاب بالطبع الى اخره كونها مفتوحة وطريقة التصويت كما اعلن عنها اليوم بدون التباس الناخب يصوت مرتين يصوت للقائمة ويصوت للاشخاص الذين يريدهم داخل القائمة او لشخص داخل القائمة او لشخصين داخل القائمة مهما كان الامر بمعنى اخر هو ليس ملزما بكل الاشخاص داخل القائمة وإلا كانت قائمة مغلقة يعني ليش اسمها مفتوحة هذا هو المغزى من كونها مفتوحة شو بيعني هذا بيعني ان التحالفات التي ستقوم هي تحالفات غير امنة على الاطلاق غير امنة يعني انا بتحالف انا وحزب اخر حتى نصل الى دائرة المنافسة وبعد دائرة المنافسة خلاص انتهى يعني قواعد هذا الحزب تصوت لمرشحة وقواعد ذاك الحزب تصوت لمرشحة اخر داخل القائمة داخل القائمة نفسها اذا يعني تحالفات فعليا غير امنة في هذا المجال هي مشكلة القانون او مشكلة النظام ولا مشكلة التحالفات والقوى السياسية لا لا ليش تحالفات هي يعني في هذا الحالة انما يصير فيه تصويت هذا الشي طبيعي يعني هذه الانحيازات لما انت بتقدم لي قانون بتقول فيه انه من يفوز في هذه القائمة من يفوز في هذه القائمة هو الذي سيحصل على اعلى الاصوات بغض النظر عن ترتيبه في القائمة يعني ليس بالضرورة ان يكون رقم واحد ممكن يكون رقم اربعة في اذا كانت القائمة من اربع اشخاص ولكن حصل على اعلى الاصوات اذا هو الذي يفوز خلافا للقانون الذي يحكم الدائرة المغلقة الدائرة المغلقة عادة يفوز منها اول اذا نسبتهم يعني بتؤهلهم لفوز واحد او اثنين او ثلاثة فهذا يكون بالترتيب حسب ترتيب القائمة نفسها هذا هذا مش قائم الان بحكم ان القائمة مفتوحة وكونها مفتوحة اذا صفة النسبية ليست قائمة يعني كلمة نسبية مش قائمة في هذا المجال اسمحيني بس انا بس اشان استوضح نقطة انه هاي نقطة فيها لبس قائمة مغلقة ولا قائمة مفتوحة لا انا لا يحكم الانتخاب من قائمة اخرى نعم لا لا هي قائمة اخي الكريم القائمة مفتوحة بمعنى الانتخاب يعني في التوجه الانتخابي الناخب شو معنى مفتوحة ان الناخب مش باختار هذه القائمة بصوت لهذه القائمة اللي لونها احمر على سبيل مثال وبروح خنتها لا هو يصوت للقائمة ورقم اثنين يصوت هذه كونها مفتوحة يصوت لمن يشاء من اشخاص لمن يفضلهم في القائمة